لكن يسوع نبارك وسماك كل يوم وكل سين بالوقت الحلو وبالوقت الصعب من حبك هالقد لأنه لما سنالة يسوع نحن بحياتنا شخصيا كل واحد منا هاي تامار هاي ريكو كيفك؟ ميحا انت كيفك؟ ميحا خلينا نكافر حديث نعتبر نور منا موجود هاي نور هاي كيف نهارك اليوم؟ غير شكل كيف صندشتين الطبوق؟ لا تمامي تحكى لك شي لحت الهواء خلينا نسعر مكافرني لا ليك ما فيه لي حتوم ما فيه لي حتوم لكن اليوم بدنا نقول أن الحلقة مسجلة منها مباشرة مزبوط بس عندك اشياء تقريبا أكيد وعننا كتير اشياء تقريبا وشو عندنا كمان عندنا منتعلم سوا مع نور مع نور نطرين نسمع يا نور مع الأسيس نور مع الأخور يا نور عن قريب عن قريب هاي بقى متل ما دايما منتبارك هايك وفيه أكيد أسئلة تسألنا إياها وتسأل المشاهدين هايك بينهم بين ناس وينفكروا فيهم وعننا كليب أكيد الناس شفته نزل بس كمان رح نحضره نحن لأول مرة بكبرنا سوا أو لتاني مرة هي بيكون لأنه هالحلقة مسجلة فوق كل كوة لفارس لبلال الرئيس بقى رح نحضر الكليب كمان سوا مستحق وهاي كمال وبول كيف كون نح أكيد رح يكون معنا كمان هيك وقت تسبيح وعباتي مع كمال وبول بالحلقة كمان شوفي عندك اخبار قصص أنا حبيت الأسئلة اللي انحطت قبل حلقة توني لما طلع وحكي عن أكتر شيء كان الموضوع عن الشزوز الجنسي يمكن فانحط سؤال على الفيسبوك هل عم شوف الإجابات مصيرة شوي بيقول السؤال إذا التقيت بشخص شاز جنسيا هل تنفر منه أم أنك تتقبله وإن قررت مساعدته فكيف تقوم بذلك في صديقة اسمها جوليانا كاتبة أكيد أتقبله لأن يسوع وضع فينا قلب بيخلينا نحب الكل ونتقبل الكل وبخليه يعرف قدي يسوع بيحبه شو عمل كرماله وأهم شيء يصلي له لأن الصلاة تعمل عجائب مئة بالمئة يمكن هذا موضوعنا اليوم هناك صديقة بالفرنسي كتبت لا أنت عرفتها قوية كتبتها لكن بعد ذلك تحب أن أقرأ؟ تاني واحد بتقول جاكسة بيقبل بحكي معه بحط حدود لأنني لا أعرف أفكاره مع أنه صديقة غريبة أن الصديقة لا تريد أن تتلهم لأنه إذا كان الإنسان عنده بركي كانت بنا برافو نور مزبوط أبداً جو بري بولوي وأكيد بصلي له حلو أنه كلهم يعرفوا أنه موضوع الصلاة هو اللي بي يعني بيحرر وبيكون عم نلمس يسوع حقيقة بس بدنا نقول هكي أنت عم تقري بعد أنه أنه الموضوع أبداً نحن حكينا بالحلقة والرب بيحبنا كلنا لأنه ما حدا أحسن اللي ما عنده شوزوز أو مثلي جنس عنده غير أمور بقى بدنا نقول أنه الرب بيحب كل هؤل الخطاط اللي هنا نحنا بس تحت دمه وتحت صليبه نحنا كانت ذكرى موت وقيامة يسوع هو مات عنا قبل ما خلقناه ومات عن خطيانه بدم وطهر خطيانه هو المهم الاعتراف بهذا الموضوع ونقامن أنه فيه شفاء وفيه كثير مثل ما توني إجا بلس بلش توني يشهد على أول خطوات شفاء له وكل المحضر الحلقة توني كان عامل بنت كان شاب عامل بنت ورجع من بعد ما تعرف على يسوع رجع شاب وكان الأسئلة كثيرة أنه هل هو صار ينعجب أنه بيقدر يتجوز صار ينعجب ببنت أول خطوات الشفاء كانت لتوني أنه هو ما كان يقدر يظهر بلا ما يكون بنت يعني بلا ما يكون عام يخد حاطة ميك أب شعر تيب بنات بيخد هرمونات زيادة اليوم توني تحرر حتى ما بيقدر بقى يحط ميك أب يعني بتعرفوا بالتفي مرات نستعمل ميك أب بس تما يلمع الواحد وهيك توني حتى ما قبل قد مع الشي صار بيكره هيدا الموضوع اللي كان هو ما بيقدر يظهر بلايه أو هو أسير لأله بقى بس تما يفهموا أنه الرب يحب كله للناس لأن كلنا خطاط بس نحنا منجي لعنده في صديق اسمه سامويل قال أنه هيدا الشخص ممكن يكون جارك ممكن يكون حدا بيعيش معك وإذا هو مساوي لألك فأنت لازم تساويه بنفس الوقت وتوجهه الجنسي هو موضوع بيخصه لأله مثل ما أنت هذا الموضوع بيخصك لألك سو عم بقول أنه هيدا أنا رأيي المتواضع في صديقة اسمه ميري بتقول أنا ممكن يقول له الحق بس ما فصلت أكتر بس بتخبره الحق يمكن أصدر الحق الكتابي تم أدس واضح تعرفون الحق والحق يحضرون وبيحكي أكتر عن الشزوز بقول أنه لا تضاجع رجل زكور وزكور تماما وفي صديق كمال بيقول في فرق بين إني اتقبله أو اتقبل أعماله من ناحيتي أنا علي أن يتقبله مثل ما هو وحبه وخبره عن الرب يسوعه وروحه لأدوس اللي بيقدر اللي يرافقه بكل خطوات حياته يرشده والرب يبارككم تعرفون أنا حابب ضيف شي بهذا الموضوع لأنه حضرنا حلقة وحلقة كانت كتير قوية وحلقة كانت كتير حلوة بس حابب علق على شي صغير نحن مش شغلتنا نكون معالجين نفسيين وهدول الناس الأشخاص اللي مروا باختبار مثل اختبار توني وعم يدوروا على الحق وعم يدوروا بيكون في كتير صراعات منا سهلة عليهم فنحن أكتر شي ما نقدر نعمله أنه نحبهم وحبيت كتير اللي كتبت بالفرنسي أنه بضع حدود لأنه أيام منحب الناس زيادة منعلقهم فينا فنصير نحن بيصير بيتعلق فينا فنعرف كيف نحن تحدود كتير أيام بيصير لأنه بتصير قصة خبيصة بتصير الكل اللي بده الكل اللي بده يقول لك أنا أنا بدي عاجه أنا بدي أشفيه أنا بدي أعمله بيروح أنا بدي أحبه أنا كذا فتعمل القصة خبيصة أكتر من أنه تكون مساعدة لهذا الشخص فالأفضل أنه بهيك حالات يكون في شخص مختص أنا مثلاً كنور بول عن خالي أنا فاشل بهذا الموضوع ما خرج تابع حدا عنده هيدا الباكراوند ما عندي كتير معرفة بقدر حبه بقبله ما عندي أي مشكلة معه أكيد بس أنا ما فيني فوت بمرحلة متابعة ففي إلى ناس في إلى الناس اللي هنن عندهم دعوة من الرب يتعاملوا مثل الصديقات اللي شفناهن أصدقائتوني شفنا كيف الرب عطاهم النعمة فهيدا شي كتير مهم مش الكل لأنه هلأ حطينا حالي لأنه أيام بتحس الناس بتشوف شغل على هوا فبصير كله بدي أعمل مثله ننتبه على هيدا الشي لأنه ممكن يضر أكتر ما يساعد أنا برأيي ما أعرفه أحيان تعافي كل العالم بيحبوا بدافع الفضول يتدخلوا فأنا برأيي أنه مثلاً شخص مثل توني بكرا بس يوصل للشفاء التامح يكون هو شخص عم بيقدر يتابع هيدول الأشخاص يعني الرب يستخدم نقطة الضعف اللي كانت فيك بس تشوف بتصير نقطة قوة بصير بيستخدمها لتساعد غيرك فأنا بحس يعني بس تروع على محل شخص مثل توني هو قادر يساعد أشخاص وأنا بتعرفه أنا بقول يمكن نقطتك من ناحية مظبوطة بس من ناحية بتذكر أنه أنه كان عندي صديق كتير تامين على قلبي واليوم صارت فوق عند يسوا بس بتذكر كان مضمن للكحول قبل الإيمان كان يقول أنه أنا بقدر يقعد مرات بمحل في موسيقى أو هيك بس بفضل ما كتير قرب على محلات فيها كحول مش لأنه هلأ ما بدنا نفوت موضوع الكحول ولا شيء بس لأنه معقول إرجع أقشد بالكحول يعني ما بيقدر يقعد بمحل لو بالنسبة للعالم عادة بس موجود عليه كحول لأنه هو معقول يرجع يضعف أنا بقلك شيء راب يستخدم هول الناس لأشخاص كانوا مثلهم يعني في استخدمتوني بكرة لأشخاص كان عندهم ذات المرض النفسي تيحررهم بس مرات لأ حتى كل شخص من هول الأشخاص مرات بيقول بهيدا السيتيواشن بهيدا الموقف لأ بفضل أنه مثلا تكون معي رفيقتي ورفيقتها لأنه بيصير في خطر عليه من يرجع لموضوع من الماضي خاصة إذا كان ضعيف أنا قلت لك بس يوصل لشفاء كامل من هذا أكيد من الموضوع اللي هو فيه أكيد ما بيعود رح يتأثر مثل قبل وبنفس الوقت بده معه النضج روحي يعني بده يعني مثل عم يقوله موضوع الصلاة يعني هو شخص يعني لما بدي يكون معنا شخص بدي يكون هو عم يصلي كتير لحتى يفوت بهالقصة وأكيد أنت بالنهاية روحي الرب بقودك يعني بتفوت بهذا الشخص للمت معين يعني أنت بالنهاية ما فيك تطلع الرب ما فيك تطلع اليوم بسوطة لحنا نحكي على الصلاة صلاة كتير مهمية أنا ممكن الرب يوصلني لمحل بعدين يوقلي خلاص وقفي رجعي لورا نفس الشي ممكن الرب يستخدم طوني لمحل وبسوطة يعني ممكن بسا يستخدم معه حدا بس مية بالمية بس تقلك على اختبار لو طلعت من حيالها موضوع قدمين بحياتنا لو طلعنا من حيالها أمور بساعة الضعف اللي نحنا فيها مش قراب من الرب خاصة عم نحكي عن شهوة شهوة أو قدمين على موضوع جسدي بدك بدك دايما الرب يعطينا هون بتكونه هون ما بتكونه كتير خطرة هي معروح الرب مية بالمية كفي ولا في كان سؤال تاني نطرح له في سؤال أنا بيهمني كنا عم نحكي فيه تحت الهواء قبل ما تنسي كتير مهم نقوله لأن في ناس علقوا عليه شو هو هو مش سؤال هو تعليم تعليم من ثلاث حلقات ماضية كلما كنا عم نعرض صورة توني أنه هو الحلقة الجاي فكنا قاعدين كنت أنا عم بقرأ ميسج وريكو بيقطوش الحديث بلا ما قول بعتزر ولا شيء وبيحكي مع المخرج كلود هاي كلود وبيحكي مع كلود بنحط الصورة وبيتقطش حديثي وبروح حديثي وما بقرأ صورة ولا شيء وفي أكثر من شخص حكيوني تحت الهواء بعدين من أصحابي وهيك أنه كيف لكو بيعمل هيك منتبه وفيه كمان صديق بشكرك على المسج اللي حطيته كمان كاتب لريكو أنه لازم يتبه على هذا الموضوع أنا بس بدي أقول أنه ريكو ما كان منتبه ريكو كان عم بي كان في شيء عم بيسمع كلود عم بيحكي معه وكان مطووش حتى أنا طلعت عليك العامل هيك يعني ما كان ساماش شيء ودخل بالحديث هو منه منتبه سو أنا ما كتير علقت عن الموضوع لأنه بعرف لكو أكيد ما هيقطوش حديثي لأنه عم بحكي فيه بس أنه ساقبت هيك هلأ هلأ معروف معروف أنه أنا بحكي كتير بس أول شيء بدي أعتذر على الهواء من تمار لأنه تمار ما بده بس أنا بس تقول للأشخاص أنه حبيت الشخص يصل باعت المسج وما قريناه مظبوط بيقول أنه قد ما يكون عندي شغف قيل ما لازم قطش أه قد ما كان عندك شغف بإيمانك بفهم شغفك بإيمانك بس مش هنفوت تقطش الأشخاص ما يكونوا عم بيحكي رح قل له للشخص أنه تانك يو عم بتقول أول شي هيك أبدا إذا عندي شغف بإيماني ما بقطش أنا بحكي بسرعة مرات بس باعتقد حسب الحلقات وحسب ما بتذكر حالي أنه أنا ما بقطش معقول بس يخلص حديث الغري بس تلقى تقول شي أنا بشغف بس أنا ما بقطش بدي أقول أنه في شي بداينتنا اسمه إيربيس مرات بيكونوا بقلب الرجيم ترجمة ترجمة العربي للإيربيس يعني ما بعرف شي بحطوه تانيس مع جوه المغري شو عم بيقول أو البروديوسر يمكن شو عم بتقول لي محضرة الحلقة بس بدي أقول شغلي زيادة أنه مظبوط أنه في أشخاص بتحضر الحلقة بس بس البرنامج بلش من من شغف بقلبي وضل بقى أنا دايما عندي مثل هيك بفوت بتفاصيل معينة بتهمني وللأسف نسينا موضوع توني وليش أسرت أنه تطلع الصورة وما انتبهت وعم نحكي وهيك لأنه توني ما قبل يطلعب ولا انترفيو على التيفي كل التيفيات الأرضية ما قبل قبل يجي يعتش هاته تاي مجد يسوع المسيح بسات سابن بقى زعلت كان بعد عنا 30 ثانية وما أنه مركز حتى ما عدت مركز عم يحكوني عم يحكوني وقطش تمار بس I'm sorry مسامح تمنعت وقت كتير أطول لهذا الشيء تاي بدك تبلش ولا كان في سؤال بعد انترح ايه أنا ما عندي مشتر عم تحكي فينا بعد سؤال ومطلع لك ليب بس مخصب مخصب كان في سؤال بيقول إنه إذا أردت أن تشكر الرب على أمر ما في حياتك فما هو أكتر الإجابات إجاد يعني هون في صديقة اسمها لينا بتقول إنه هو faithful أمين في صديقة اسمها حنيم بتقول بشكر ربعة كل تفاصيل الصغيرة اللي غمرني فيها أمور يومية منفكرة عادية بالحياة ما منهملها كتير بس إذا بتأمل شوي بعرف إنه ما منهتملها كتير بس إذا بتأمل شوي بعرف إنه هي أحلام كبيرة لناس كتار فهي بتشكر الرب على قصص كتير صغيرة بالحياة يمكن مثل النفس مثل الله وفي صديقة اسم رويدة بتقول بس عم تشكر الرب أشكرك ربي العظيم أشكرك يا حنون يا رحيم أشكرك على كل جديد أشكرك على كل أدين القافية شائح يمكن فهمت صديقتنا بالفرنسي إنه بتشكر الرب إنه هو عطاها يسوع المسيح ليخلصها فهمت هذه عادي كتير قوي صديقتنا عبير بتقول على الكتاب المقدس يلي من خلاله منقدر نعرف صورة الرب الحقيقية جوليانا بشكر الرب لأنه اختاري من بين كل الناس أن يكون بنته صديقة اسم ميرو حاجات كتير قوي 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 وأولهم شريك حياتي صديق اسمه أنيس بشكره لأنه فداني صديق اسمه كمال على نعمة الخلاص والفداء وعلى روح القدوس اللي هو معي وبيعيني في كل شي صديقتنا ميري عم تسأل أمر واحد أنه كتب اسمي بالسموات صديقنا اسمه عيسي بقول على الشفاء صديقة اسمه يمكن لاتي على الصحة على الأسرة على الخلاص صديقتنا اسمه جيسيكا على الفرح وقت دي عنات الشفاء على وعوده بالكتاب المقدس صديق اسمه جورجيت جورجيت خطيبتها لأساكو بتؤمن على خطيبي مروجة تحيية لأساكو جورجيت